ولاحظة خليني ما افوتها. انه حضرتك تقول اه ما يصير نعدل القوانين. نتحدث عن النظام داخلي. ولاحظ حضرتك. نفس الشيء. لا لا. نعم. النظام الداخلي شريعة يتفق عليها شرع. يتفق عليه اه اعضاء مجمع ما يديرون وضعهم به. اه. تمام. اذا اعضاء المجمع اللي هو ها. ماكو مشكلة. لكن المشكلة انه اليوم لما نريد ننتخب رئيس لجنة مثلا. ونشوفها متى الطبق ويا فيصل. ما يتنطبق الموضوع فيصل يصير. نرجع نعدل النظام. نعدل النظام ونغيره تنجيب الشخص اللي يريد نجيبه. لا تصير المشكلة. تصير القوانين او الانظم النظام الداخلي هو له العلوية. ما هذا معنى. بقوة القانون. ما هذا معنى كلامك. انه اللي يريد يجيب الشخص هو اللي راح يسعى لتعديل النظام الداخلي. لكن تعديل النظام الداخلي يحتاج الى تصويت. معناته الجهات كلها. انا اولا اتقول المبدأ هو المبدأ. نعم. غير سليم. زين. غير سليم انه ندخل به. زين. الاصل انه احنا اكو مرشحين ودخله مرشحين والكتل قبلت بالمرشحين وتنافسه وجوله وجولتين. يفترض ان نتمم الموضوع للثالث. والامر الادهى من ذلك انه احنا نعرف مسبقا انه موضوع طرح التعديل النظام الداخلي. هو مو قضية لحل الموضوع وانما لتعقيد الموضوع اكثر. من هو قاعد يعقد الموضوع ويطرح طرح فتح النظام الداخلي والتعديل من تقدوم ومن بعض الاطراف هو بصراحة لتعقيد المشهد مو لحل الموضوع.